تشوف بقى الاحتراف تشوف يعني ايه يبقى عندك حد بيدير اعمالك مش اي كلام ولا اي احزار قعد تفضل اسأل مش اي حاجة مش اي مشاكل هادي جدا يعني انت فيو انت بتتكلم على ساعة و تلت بالمناسبة بس انا عايز اقول لكم اي انت فيو عملوا صلاح قبل كده او انت اي انت فيو بيعملوا اللعيبة اه انا عملت طبعا ميسي ورونالدو ونمارو كتير يعني تلت ساعة لما رونالدو وحبيني يعني خلاهم نص يعني لما دحك مرة واثنين كده قال لي طب كامل عشر دايك كمان انما هذا الرجل كان كريما ليه كريم لان احنا جايين من بلده احنا جايين من عنده هو عايز يكلم المصريين عايز يقولهم حاجة عايز يفيد الشباب المصري عايز يفيد الكرة المصرية صلاح ما بيفكرش انه هو لعيب كرة وخلاص هو حاس انه ليه دور ليه حاجة يقدر يعملها هو عارف انه لما الناس بتشوفه انه فيش حاجة اسمها مستحيل فيش شيء اسمه مستحيل عايز حاجة لو عندك الارادة وهو قال كده قال انه لازم الطموح بقوله يعني هل فيه لعيبة ممكن حالكوا شفتوا الانتربيو يعني ممكن يجوا هنا ويعني يعملوا قال لك لازم طموحه يبقى اكتر من طموحي لازم طموحه ايه يبقى اكبر من طموحي مش مجرد بس انه لعيب كده وخلاص وهم هو بيلعب هنا وفي مصر ومبسوط والناس بتسقف له لا انت عايز تروح حتة تانية زي ما صلاح راح وبعد طبعا اللقاء ده عدد من المباريات فيها جوان لصلاح غريبة يعني طبعا تتفرج عليها كده فسعدتي الحقيقية زي ما وردت حضراتكم ردود الافعال في الصحافة الاجنبية هندي انجليزي فرنساوي اسباني كتير طبعا عشان الكلام عن ريال مدريد كل مواقع برشلونا بينقل وانا فيه لغات طبعا انا ما بعرفش اسباني انا ما بعرفش الماني انما بشوف مكتوب بالانجليزي ايه ام بي سي مصر يبقى ده يبقى احنا انا بس بدور كام حرف دول ام بي سي مصر اما لقيهم اعرف ان الكلام ده علينا والكلام ده علينا ليه عشان صلاح هو اللي في الانتربيو علموني كده الاسماء تصنع الاخبار فانا يعني سعيد جدا بالنتيجة ومبسوط وبشكر محمد صلاح جايز ما يكونش يعني بيشوفني دلوقتي طبعا انما انا بشكره على هذا اللقاء الجيد وبشكر الناس كلها اللي اتفرجت بشكر الناس كلها اللي ما ادريتش تصبر ودخلت على شاهد على طول واتفرجت بشكر الناس اللي اتفرجت بعد كده الاربع والخميس الانتربيو الجزئين شيء جميل وشيء محترم والحمد لله نجح في كل مراحله شاهد تلفزيون اعلانات تغطية عالمية تغطية داخلية تغطية داخلية يعني ما اش عايز اقول لكم يعني جابوا لي رزمة ورق جوة كده قد كده طبعا بكل الجدل اللي حصل بكل شيء انما الحمد لله حاجة جميلة